نظمت وزارة الداخلية الملتقة الثاني لشباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة على أرض الإسماعيلية وذلك تحت مظلة مبادرة كلنا واحد جيل جديد برعاية الرئيس السيسي وذلك للتعرف على معالم المحافظة وذلك في إطار الدورة الاجتماعية للوزارة في ترسيخ معاني الولاء والانتماء لدى هؤلاء الشباب الإسماعيلية على أرضها نظمت وزارة الداخلية الملتقة الثاني لشباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة تحت مظلة مبادرة كلنا واحد جيل جديد برعاية رئيس الجمهورية حيث استضافت قرية 25 يناير التابعة لوزارة الداخلية هؤلاء الشباب على مدار سلاسة أيام ومنها انطلقوا يومياً ليتعرفوا على معالم المحافظة ما بين قديم وحديث لما بلدنا ادتنا الحب بانوا على شنة وفلوا أحدثوا إنجازات الدولة المصرية على أرض محافظة الإسماعيلية أنفاق تحيا مصر التي شهدت إعجازاً في زمن التنفيذ وبأيد مصرية يشاهدها هؤلاء الشباب لأول مرة معبرين عن فخرهم بهذا الإنجاز الكبير وجاءت الزيارة بالتنصق مع هيئة قناة السويس بصوتاً جداً أم عرفت أن السيد الرئيس عملها رحلة وطلعناها وكنت مستنية اليوم دا جداً شفت المنطقة الأول وسمعتني فيه ملطقة تاني وسجلت اسمي وروحت إسمعالية وبشكر الرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أول مرة أخوش نفاق وبصراحة أنا مكنت أعرف عنه حاجات والميس اللي قد تشرح لنا عنه وأنا فخور ببلدي بسبب الإنجازات اللي اتعاملت ديت وتحيا مصر ومن أنفاق تحيا مصر إلى كبر السلام المعلقة توجه شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة لمشاهدة هذا المشروع العملاقة الذي يربط ضفتي قناة السويس احنا أمر نشوف الحالات دي احنا نسمع عنا لك ما بنشوفها احنا أمر نشوف أدرقش أنا فخور ببلدي وبحب مصر قوي قوي من فوقكم بالسلام أحب أقول كلمتي تحيا مصر قناة السويس هي الزيارة الأهم التي رآها شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة فهي فرصة لكل هؤلاء الذين قرأوا عن قناة السويس في مراحلهم الدراسية المختلفة تتاح لهم الفرصة لزيارتها والاستمتاع بجولة بحرية في المجرى الملاحي لقناة السويس الجديدة والقديمة كما التقطوا الصور التذكارية التي تخلد هذه اللحظة وسط عبور السخن العملاقة للقناة حاجة احنا بنشوفها في الكتب والتاريخ بس أنا مشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي إن هو خلاه نشوف حاجات كتير جداً حلوة ببلدنا بتاح يا مصر بتاح يا مصر لما تشوف أبطى الحال فيك يا حمو يكن اليوم الديك بليك يا وصل بتحديد لكل بلدنا في الأمر أنا شرفت النهاردة طبعاً أن أنا قابل أولادنا وبناتنا من المناطق الحضرية الجديدة وعرفناهم على المركز وطبيعة عمل المركز سأحضرهم تلاقي إحنا بنعمل برنامج تدريبي للمرشدين وإيه هي الأجواء اللي إحنا بنعملها في البرنامج عشان نعيش المرشدين في كأن الأجواء دي حقيقة تضمن برنامج الزيارة متحف آثار الإسماعيلية والذي يعد أول متحف إقليمي في مصر بعد المتحف المصري وضعت فيه القطع الأثارية التي اكتشفت وقت حفر قناة السويس بنشكر سيادة الرئيس اللي إحنا جينا مكان زي كده وإن أنا عايزة أشوف بلدنا قد إيه حلوة وقد إيه قد مننا حاجات من إحنا نتطور أكتر أرض الإسماعيلية التي كانت مصرحة لبطولات رجال الشرطة منذ واحد وسبعين عاماً يخلد مضحف الشرطة بالإسماعيلية بطولاتهم حيث كان ضمن برنامج الزيارة لهؤلاء الشباب الذين شاهدوا صوراً تؤرخ للمعرقة والتضحيات أنا هنا في مضحف الشرطة وشفت إزاي الناس كانت بتضحى عشان بلدنا والحد آخر جنتي فيهم وبجد حاجة تعلمنا للولاء مبادرة كلنا واحد أعرفتني عن الإنجازات والحضرات الموجودة في بلدي وأنا فخورة بمبادرة كلنا واحد إزاي أحسن نفسي من أي حوار لطريقة أنا مش عايز أروح اقروا يا أولاد لأن دا أمر إلهي اقروا علشان دا اللي حيعلمكم إزاي تتعاملوا مع الدنيا ومع الناس اقروا علشان محدش يضحك عليكم ندوات تطقفية على هامش الملتقى الثاني في مقدمتها ندوة عن الكوارس الطبيعية ومنها الزلازل أتاحت لهؤلاء الشباب والطلائع أن يتحاوروا وتساءلوا بلدنا العظيمة اللي احنا اتفرجنا عليها في الرحلة اللي احنا رحنا فيها دي مع بعض كان هدفنا وإحنا بنتفرج على الأماكن دي أن احنا نعرف أن البلد دي بتاعتنا احنا وأن الأماكن اللي انتوا شفتوها دي هي بتاعتكم وأن انتوا الوحيدين اللي هتحافظوا عليها وأن انت ما تحلم مش هتحلم عشان تبقى بلد تانية انت هتحلم عشان تحافظ على البلد دي عارفين أن بلدهم عظيمة وأم الدنيا بس ما كانوش قدروا أن هم يشوفوا دا بعنيهم يعني جميل أن احنا نلففهم على المشاريع القومية اللي موجودة في البلد أنتم مش لوحدكم أنتم ما تنقلتوش من مكان لمكان فقط علشان نغير شكل حياتكم لا علشان نغير شكل حياة مصر كمان معاكم الوعي بتاحهم والانتماء للوطن زاد وعرف يعني ايه أهمية قناة سويس بالنسبة لهو كمان شخصيا على هامش الملطقة أتيحت الفرصة لهؤلاء الشباب والطلائع للإسهام في إعداد الواجبات الغذائية لباقي زملائهم في الملطقة الملطقة الثاني لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة اختتم فاعلياته بحفلة طرفهية ومسابقات رياضية نظمتها وزارة الداخلية محمد علي يا عيني عليك يا محمد يا علي حلوة 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 ويصدد حجم النقاة في طوارة النهاية بفوز بريس كندرية على القاهرة سامسة أربعة إزاي أشجع من غير خيناء لازم عندك حاجة مهمة أو لازم تتعلمها إن أنا أشجع فرقتي وما سقش للفرقة التانية أنا لما بخسر لازم أتقبل الخسارة بس أعرف أنا خسرت ليه وهو مقاش متعصب حتى مع زميلي اللي عايز ينجح بيركز في شغله هو ويركز في أخطاء وميخلقش أعذار طول الوقت اللي بيخلق أعذار بتهيأ للمنافس قدامك يرد عليك بالتالي هو عايز يرد فروحنا للتعصب اللي احنا جايين بسببه النهاردة كرة القدم إطلاقاً 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 ما فيهاش كلمة تعصب فيها انتماء فيها روح فيها تشجيع فدي مبادرة عظيمة جداً 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 ولازم إحنا نشتغل على النش على السن الصغير ده شكراً يا رئيس وبنحبك جداً عشان تخليتنا الروح لأماكن دي ابتسامة جيل جديد من أبناء المناطق الحضارية الجديدة تم بناء قدراته وعقوله مع بناء مساكنه ليحيو حياة كريمة في جمهورية جديدة وتسع وزارة الداخلية إلى الإسهام الفعال في بناء قدراتهم وتعميق روح الانتماء لديهم لوطنهم وفي نهاية الملطقة تم عمل لوحات شرف للمتميزين رياضياً وتعليمياً وثقافياً بالمناطق الحضارية الجديدة ليكون قدواتاً لزملائهم ترجمة نانسي قنقر 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 بعد أن وفرت لهم الدولة حياة كريمة في المناطق التي تم إنشاؤها عبدالله بركات التلفزيون النصرية